أننا دخلنا في الموضوع الأستاذ علي ربيج في اعتقادك هل نحن الأسلم لا نتوجه نحو مرحلة انتقالية أو التوجه إلى الانتخابات الرئاسية مباشرة لا أنا ربما نوافقه في المحور الأول لما تكلمنا على الأمور القانونية الآن هو يطرح الأستاذ كريم إذا كنت سمحني أنا نختلف معك تماما لأنك أنت الآن تطرح فيه خارطة الطريق وبكل بساطة وكأننا ندخلنا على أنا رح ندروا طبخة ونأكلها ونمشي لا أنت تتكلم على مرحلة انتقالية فصل السلطات الهيئة المستقلة تعديل الدستور الاستفتاء تحين لا لا فصل هذه النقطة بركة أنا فهمك كنت تتكلم على مجلس تأسيسي مهوش مجلس انتقالي لا لا قلت مجلس انتقالي مجلس انتقالي مجلس تأسيسي ونريح للمرحلة انتقالية مرحلة انتقالية أنا طرحت تكون ستة أشهر ولا تتجاوز في أي حال من الأحوال حتى المعارضة المعارضة تحدثت عن ستة أشهر وليكن ونقول لكم بأنها ستستمر لسنوات لأن الخلاف عميق جدا لأنه ما تشوفوش الآن لأنه هذا الثورة وهذا الحراك في الشارع هو متلون بألوان سياسية الآن مختفية لكن بمجرد أننا نخرج إلى أرض البر والأمان ستعود هذه المطالب السياسية مثل ما حادث في الربعة وخمسين ذابت كل الطيارات في جبهة التحرير ثم في الاثنين وستين عودنا ورجعنا وقالت يا جماعة نعود ونرجعوا للحالة الديمقراطية التعدودية اللي كانت قبل الربعة وخمسين رفض النظام رحنا في الالتلات وستين وبعد رحنا في الالتلات وستين ورحنا لتلات وثمانين كل مرحلة انتقالية في الجزائر كانت مرحلة عنيفة انت لما تقول شخصية زروال وروحت شفت تيتل ورسالة وشفت مجوعة الناس قابلة أنا الآن نخرج للشارع نجيب لك مليون جزائري ضد زروال أسمح ليسمح معليش هننقول لك على أي أسس هل أسس عينة ودراسة وبحث علمي ولا هكذا كبر معليش هني جايك معليش هنا موافقة كلمة نطرح وبوشاشي نزيد نخرج نجيب لك مليون جزائري ضد بوشاشي نزيد نجيب لك العريبي نجيب لك مليون نفس الشيء سح لازم نتنفق على أمر بك اسمح لي بك باش ما نقطع لكش وكمل فكرة أنا كيقطع رحت مثلا رئيس زروال يعني شخصية لطلقة السلطة نعطك رأي يعني ربما أي شخص أكيد رح يكون اختلاف عليه لكن حنا نحوصول غالبية لكن هناك شخصيات مثلا تلقى انقيسام لكن مثلا كي مش شخصية زروال أنا رأي شخصي على كل حال هنعطك رأي يقدر يكون الغالبية تقدر تبع شخصية توفقية من هذا المنظور أنا أستاذ هنا محلل سياسي نراقب من بعيد نعطيك رأي آخر يقولوا على زروال الرأي وش يقول أنه هو أب التزوير في الجزائل لأنه في 97 كل التزوير الذي تم تم على يده وحزب الأرندي اللي خرج بالمستشتاعه خرج في وقته شفت يا كريم إذن هنا صعب جدا إذن أنا نظن أنه يجب أن يكون الحل في إطار الدستور لماذا اجتهاد مع نص؟ هذا الدستور ما هو إله كما في الجاهلية كانوا يديروا الإله متمر كي جوعوا يأكلوا هذا الدستور مخضوم من الصخر من الحجر اللي قربوا صعيبة بش تطبقها لأرض الوقت ما هو صعيبة لا موسيقى عندك الوقت 540 يوم يا كريم يا كريم 62 حتى اليوم نحن ماشيين في المراحل الانتقالية إذا اليوم رايحين على صح تغيير حقيقي نعطي الكلمة لأستاذ حسن عريبي هل ما المخيف من المرحلة الانتقالية؟ تحدث الأستاذ عاليربيج وقال أن المرحلة الانتقالية ممكن أن تحدث